مشروع إعادة زراعة أرغان هو من المشاريع الهامة حالياً ومستقبلاً لأن قبل من هذا الوقت كان أرغان مع الأسف من اللي كي نبغي وديرو شي مشروع كبير مطار طريق سيار إلى أخيره كان هزو ذلك أرغان كان نقطعه وكان صفته العافية الآن هذه الطريقة العلمية اللي يختمين بها واللي هي أول مرة كالدار في المغرب وعلى الصعي العالمي غاليتمكننا باش شجرة أرغان اللي هي كبيرة واللي عندها 300 ولا 400 سنة يمكن نهزوها وننقلوها لواحد منطقة أخرى باش تولي تعود الحياة ديالها من جديد وتولي بحالي كانت وهذا يعني طريقة علمية ناجعة وغاليتمكننا إن شاء الله باش نقوي من الحفاظ على هاد التروة الوطنية والتروة الدولية اللي هي شجرة أرغان وجمعية أغروتيك مساهمة في هذا المشروع من البداية دياله إلى يومنا هذا وكانت منه إن شاء الله نكملو هاد المشوار مع الرفقة اللي تعامنا معهم لونتوا وولافارج وربما غيرهم لأن هذا مشروع وطني مش مشروع غير ديال الجياب وحده ولكن مشروع وطني لأنه حتى تأثير على المناخ بصفة عامة أساس الحفاظ على شجرة أرغان فكنتمنوا توفيق لهذه الطريقة الجديدة ونتمنوا أنها تعطينا دكشين اللي كانت تدروا منها مستقبلاً ونتمنوا أن المستمرين يخضوا هذه الطريقة بعيد الاعتبار باش شجرة أرغان ما تضعش ولكن سترجع لحياة ديالها مستقبلاً شكراً